اهلا بيكم في قناة ميتاروت فيديو النهاردة هو رسالة استرسال كده قصيرة معرفش يا من مين ولا المين فيكو بس انا هقول لكم رسالة قيلة ايه وبعدين نشوف هل دي حاجة لحد فيكو فعلان ولا ايه من الرجل بيقولوا حاشني الايس كريم معيك بس انت ما عندكش دم اوكي ده الرجل قيل كده والمرأة هنا ردت قالت اسم الله عليك يعني انت اللي عندك دم بروح امك دي رسالة من حد بعتها لكم وده كان رد فعلي يعني لو انت مرأة الرجل بعتليك كده ولو انت رجل فده رد المرأة لك يعني كأنه حصل بالفعل ما بينكو حوار فانا قلت هشوف الدنيا فيها ايه يعني نشوف مين الشخص ده ويطر ليه بعتلكم كده وايه حكاية موضوع الايس كريم ده ماشي خلينا نشوف هتبقى قراءها يعني قصيرة جدا بس خلينا نشوف الطاقة الشخص اللي بعتلكم الرسالة دي وايه في الاول اشوف طاقة كنتو بردو عشان تعرف فعلا دي حاجة ممكن تكون عشانك بل عشان مين بالضبط في القناة عندي هنا نعرفة بقى لي كتير ما عملتش استرسال بس لسه مش وقته خالص يعني هينشوف طاقتكو كده انتوا حلوين مبسوطين من كل الناس بتغير جو او حاجة بتفكروا شوية في شخص جايز انتوا في القصة حب او مع حبيب او متواصلين مع شخص بتحبوه البعض منكم ممكن تكونوا مسافرين او بتسافروا ومركم مادية كمان مستقرة وحلوة جدا فما شاء الله انتم افطاقة ايجابية افطاقة جميلة اوي اه وحسين ان الحياة فيها فرص قدامكو او في اه يعني في امل جواكو فيه بداخلكو امل اه عمتا وامل للتواصل في الطاقة العاطفية في حالة ان انت منفصل عن شخص معي اوكي طيب ليه الشخص ده اه الرسالة اللي جات وحشني الايس كريم معاك بس انت ما عندكيش دم ليه الشخص ده بيقولك كده اوكي اه مين هو الشخص ده الاول خالي نشوف هو مين هقول لكم الابراج ان شاء الله عشان ايه برضو نبقى محددين او يتقن مين بالزبط هي عمتا ممكن تبقى طاقة ترابية اه او برج الحوت او برج العقرب اه او برج الاسد قوس حمل كطاقة نرية برج العقرب معاكم تاني برج الحمل برج السرطان ميشي الشخص ده اه هو حد البعض منكم ممكن تكونوا معي في حياة سابقة قبل كده اه سبق وكان في عرض من الشخص ده ليك يعني ممكن عرض زواج او عرض ارتباط اه بس العرض مكملش يعني ممكن طلب منك مسلا ان انتو تتزوجوا كده بس ما بعدها يعني حصل تباعد فجأة اه مش انفصال بس تباعد يعني قالك نتزوج وبعدين نام ما حصلش اي حاجة يعني كأنه ما فتحش الموضوع اصلا كل واحد فيكو اه في اتجاه او ما تفتحش الموضوع ده تاني اه شخص ده بيحب يبص على صورتكو كتير قوي وحاسس ان انتو يعني حلوين جدا جدا بالنسبة له طيب ليه بيقول لك انو وحشوا الايس كريم معاكي تحديدا ليه ليه رسالة جيالكم ليه الشكل ده ممكن انت اللي بتسمعني تكون برج الدلو او برج الاسد او برج الاسد برج تاني اللي بيسمعني ماشي او اي طقة بقى انا رأي اه ليه بيقولك كده اه الشخص ده مشتائي ليكو اوي 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 وعنده كتير تخيولات معاكو ان انتو اللي اتنين سوا وان انتو اللي اتنين مع بعض ونوع بيعد يتكلم معاكو يفض فضلكو وللبعد منكم ان انتو زي اتنين متزوجين او يعني عايشين قصة حبه وقصة زواج اه طبعا في رغبات قوية قوي من الشخص ده تجاهكو انتو بس فيه طاقة صد ممكن يكون حد فيكو انتو عاملين للشخص ده فعليهم بلوك اوكي اه بس يعني بلوك من هنا بتعودوا تفكروا فيه طول الوقت من الناحية التانية فماشاء الله عليكم البلوك ولا ليه اي تأثير اساسا فالشخص ده بعت لكو عشان هو وحشكو او بيبعت الطاقة دي انتو وحشتي جدا ساعات بيتخيل زي انتو اللي اتنين مع بعض في فستان فرح او في حفلة زفاف او بترقصه سوا اه وان هو ماسك ايديكو والحد فيكو الشخص ده ممكن تكوني انتي اكلتي فعلا حاجة في بقو والحاجة دي هتبقى حاجة مسكرة اه او حاجة سموزي شوية اه طيب لو فرضا اللي بيسمعني رجل هي هنا لو انت رجل هي المرة هي اللي بدأت يعني او او عفا رجل هو اللي بدأ بالاتصال فهي ردت عليك قالت لك اسم الله انت اللي عندك دم بروح امك فخلينا نشوف هي اللي قالت لك حاجة زي كده او ليه دي رسالة يعني المرأة اللي كده انتو علاقة صعبة شوية مش مش من العلاقات الصعبة والمستحيلة لا بس العلاقات نفسها ممكن يكون فيها شد وجذب كتير قوي اوكي اه قيت لك كده لانه معظم الوقت انت تقريبا بتعمل نفسك مشغولة عنها او بتقضي وقت كتير قوي اه في بعض الوقت دي بتبقى محتاجة لك او تسمع كلامك او تتواصل معاك وانت اصلا متبقاش موجود او مش بتبقى متواصل معاها فيه طاقات تواصل روحاني قوية اوي بينكو انتو اللي اتنين اه للبعض منكم ممكن تكونوا حاسين بطاقة العلاقة القدرية وجايز يكون في مكان معين هو اللي جمعكو في ان انتو كنت بتاكلوا ايس كريم ممكن الرسالة دي تكون مثلا زمان انتو صغيرين في ملاهي او في مكان ما او ممكن في فترة قريبة من حياتكو قريبا يعني فترة قريبة او حاجة انت كنت مع الشخص ده وبعض منكم كان في توقيت شتوي وكنتوا بتاكلوا حاجة اا باردة شويا او بالفعل ممكن يكون ايس كريم ووقتها الشخص ده اا فاكر الوقت ده او فاكر الاحساس ده فيعني افتكروا فبعت لكم رسالة اوكي اا مش عارفة هبقى فتحة التعليقات ولا لا بس يعني اذا حبيتم ان انتو تقولوا زكاة القراءة دي كانت ليكو او عشانكم بعرفوني في التعليقات خليني اخلوكم كده هو ايه اللي كان بيربط بينكو بين الشخص ده اصلا شخص ده على فكرة الحد فيكو هو معي مفتاح قلبكم وممكن تكونوا اا بتتبادلوا الاحساس شوية بالمسئولية تجاه بعضكم البعض يعني ممكن الشخص ده بيحس ان انت اا زي مسلا ممكن بيحس ان هو مسئول عنك كأنه بوباكي كأنه زوجك في احساس قوي جدا بالمسئولية اا العلاقة دي كان فيها لديكو انتو اللي اتنين دروس بتقدروا ان انتو تتعلموها او مفروض ان انتو تستوعبوها من خلال العلاقة ذات نفسها اا انتو اللي اتنين تقريبا عناديين هو مش فاكرة كان ظهر ليكو تقدروا بيها ولا لا بس انا حسيت ثور مع ثور هو ظهر ليكو هنا برج الثور اوكي اا حسيت كده تقدر ثور مع ثور اتنين بينضحوا في بعض فممكن تكونوا انتو اللي اتنين ثور ثور يعني انتو اللي اتنين مع بعض برج الثور مع برج الثور ااا فمشتقين لبعض وكل واحد فيكو في مكانه مستاني مين هيبادر او مين ممكن يتكلم الاول او مين ممكن يتواصل الاول هشوف لوكو زا كان الشخص ده هيتكلمكو اصلا قريب ولا لا يا شيف هو الاكيد ان هو بيفكر فيكو بس ده لو هيكلمكو معناها ان هو هيبقى عايز يبعتلكو زي رسالة اا مكتوبة اا مش مش من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني زي هيبعتلكو حاجة هل يتواصل معاكو قريبا ياس ان شاء الله يتواصل معاكو قريبا يتواصل معاكو في طاقات اا قبل غروب الشمس نشي يعني ياما الصبح بدري في الشروب الشمس ياما قبل غروب الشمس ااا ربما لحد فيكو يكون خلال رقم تساعتاشر ممكن يعني في يوم تساعتاشر او في توقيت الساعة تساعتاشر ااا او جايز بعد تساعتاشر يوم من وقت سمعك الفيديو الطاقة الزمنية اللي مفتوحة من اي وقت تقرر ان انت تسمعوه فهل الشخص ده هيتكلم معاكو او هيتواصل معاكم قريبا نعم بس انا هيبقى تقريبا والله اعلم اا لقاء ازا ده حاجة متاحة اا ان انتو بتتقابلو ماشي شكرا ليكم ناسي اللي كانوا معينا الطاقة بتاعتهم في الفيديو ده واشوفكم ان شاء الله على خير بفضيهات تانية كنوا بامان باي باي